إذن الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي النائبة المحترمة السيدة وسيلة سحلي شكراً فكلالك نعم بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس مجلس النواب المحترم السيدة الوزيرة المحترمة السيدة والسادة النواب المحترمون لعدم الشرف أن أتدخل اليوم باسم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة تقرير تقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 طبقاً لمقتضاية الفصلين 70-101 من دستور المملكة ذلك أن اختيار موضوع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة موضوعاً للتقييم نعتبره اختياراً نموذجياً نظراً للدور الجوهري الذي تلعبه الإدارة العمومية في كافة المجالات الاقتصادية منها والاجتماعية وغيرها وكذلك لارتباط نجاح أي سياسة أو برنامج عمومي في أي قطاع كان بجودة الإدارة العمومية ونجاعتها ونعتبر كذلك أن اختيار تقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة اختيار نموذجي نظراً للأهمية التي أولتها العديد من الخطب الملكية السامية لهذا الموضوع لا سيما الخطب الملكي السامي بمناسبة افتتاح سنة الشريعية الأولى من الولايات الشريعية العاشرة سنة 2016 والذي ضق فيه صاحب الجلال نقوس الخطر بخصوص واقع لإدارة العمومية والذي وصف فيها أداءها بضاعف والذي دعا كذلك من خلاله جميع المتدخلين حكومة وبرلمان أحزاب ونقابات جمعيات وموظفين إلى التحلي بروح المسؤولية والعمل على الارتقاء بالمرافق الإدارية والعمل على الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سيدة الوزيرة إن تقرير تقييم الخطة الوطنية لإصلاح لإدارة الذي بين أيدينا اليوم قد احترم المنهجة العلمية المتعارفة عليها في تقييم السياسة العمومية حيث تم الاحتكام إلى معايير تقييم علمية وموضوعية أحاطت بكافة جوانب الخطة الوطنية للإصلاح الإدارة عبر الاعتماد على معايير الملاءمة النجاعة الفعالية الانسجام الداخلي والخارجي والاستدامة والتي مثلت مختلف الأبعاد تقييمية سواء المالية منها أو التدبيرية وقد تم الاعتماد أيضا على مختلف الأدوات التقنية والعملية لتحليل معطيات التي توفرت لدى مجموعة العمل الموضوعاتية فضلا على الاستناد إلى الواقع عبر معينة مجموعة العمل الموضوعاتية للعديد من المرافق العمومية في عدد من جهات المملكة مما ساهم في إعطاء صورة واضحة وشاملة لمستوى تنزيل الخطة الوطنية وستطاع التقرير كذلك أن يضع أصبعه على مكام نقص في الخطة الوطنية سواء أثناء بلورتها أو أثناء التنزيل عبر الخروج بخلاصات وتوصيات نعتبرها في الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي توصيات هامة وأصلية من شأنها المساهمة في التحسين أي تدخل عمومي مستقبلا فيما يخص موضوع إصلاح الإدارة العمومية سيدة الوزيرة لقد أشرت تقرير التقييم على أن الوزارة المعنية بإعداد الخطة لم تشرك كافة المتدخلين أثناء إعدادها ولم تشرك كذلك بعض هيئات الحكامة والتي تتدخل بشكل مباشر في مشاريع الخطة الوطنية كمؤسسة الوسط مثلا الذي أكد لنا رئيسها أن مؤسسته لم يتم إشراكها خلال إعداء الخطة وبالرجوع أيضا إلى التساؤل حول ما هي الخطة فقد تمت إشارة غير ما مر إلا أن هذه الخطة هي بمثابة خارطة طريق فقط أو إعلان نوايا الأمر الذي أكده التقرير في استنتاجاته والذي أكد فيها على أن من بين أهم نقائص الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة هي غياب التنصيق بين القطاعات سيدة الوزيرة نعلم جميعا أن توفير الإطار التمويلي يعد آلية ضرورية لنجاح أي تدخل عمومي كيفما كان نوعه وبالرجوع إلى الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة نجدها قد غيبت بالمطلق هذا البعد فلم يتم توفير أو تحديد أي إطار مالي لتنزيل مشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة مما جعل من حساب الكلفة والنجاح المالي للمشاريع الخطة أمرا صعبا ومما شكل نقطة ضعف واضحة للخطة ضريبة بعرض الحائط قواعد التدبير الحديثة للمالية العمومية التي اعتمدها القانون التنظيمي للمالية 133 لا سيما التدبير عبر البرامج التي يرتكز على البعد الميزانياتي عبر تخصيص الإطار المالي لأي سياسة أو برنامج عمومي أما بخصوص البرامج الوطني لتحسين الاستقبال الذي يعتبر مشروعا رئيسيا ودعا لقواطيدا بالمواطن فالملاحظ أنه كان في مرحلة تجريبية فقط طيلة سنوات تنزيل الخطة الوطنية حيث تم الاكتفاء ببعض المرافق التجريبية لأننا في الواقع لم نلمس أي أثر لهذا البرنامج فضلا عن غياب أي تدابير تشريعية وتنظيمية أو إجرائية خاصة به وهو الأمر الذي أكده التقرير سيدة الوزيرة بخصوص مشاريع التحول التدبيري فقد عرفت تباينا واضحا في التنزيل فضلا عن التراجع عن بعض المشاريع كإحداث المرصد الوطني للموارد البشرية للإدارة العمومية حيث تم الاكتفاء بالمرصد الذي أشار له ميثاق المرافق العمومية والمسمى بالمرصد الوطني للمرافق العمومية مما يجعلنا نطرح عدة تساؤلت حول تماسك مشاريع الخطة ومدى التخطيط الاستراتيجي الذي عرفته حيث لم نفهم المغزى من إدراج مشروع معين والاستغناء عنه فيما بعد كما لم تعرف العديد من المشاريع الأخرى نتائج تذكر لا سيما المشاريع المتعلقة بالعنصر البشاري كتطور الحماية الاجتماعية للموظف أو إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة أما بخصوص مشروع خطة عمل تنفيذ استراتيجية مأساسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية فقد لاحظنا أننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن تكلسة هذه التقافة داخل الإدارة العمومية فبالرغم من المجهودات المبدولة للعمل على الدفع بالعنصر نسوي لتقلد مناصب المسؤولة إلا أن معدل نسب التي أتى بها التقرير تثبت أن هذه النسب لا زالت بعيدة عن المساواة حيث بلغت نسبة تقلد المرأة لمناصب المسؤولية داخل الإدارة العمومية 24.9% خلال سنة 2021 وبلغت نسبة تأنيث المناسب العليا 17.9% خلال 2021 أيضا أما النسبة العامة لتأنيث الوظيفة العمومية فقد بلغت 40% خلال نفس السنة إن هذه النسب تبين جاليا مدى العام الذي ينتظر الحكومة للرفع منها لا سيما نسب تأنيث المرأة المسؤولية والمناصب العليا سيدة الوزيرة إن التحول الرقمي يعتبر من بين أبرز التحولات التي ساهمت الخطة الوطنية في تكريسيا حيث عرفت الإدارة العمومية طفرة نوعية فيما يخص الإدارة الرقمية لكن من حقنا أن نتساء اليوم بكل موضوعي وحياد هل الطفرة التي تحققت اليوم هي بفضل الخطة الوطنية؟ فبالعودة إلى مشاريع التحول الرقمي نجد أن الخطة الوطنية قد اعتمدت على عدة مشاريع في هذا الاتجاه من أهمها تطوير منظومة تلقي وتتبع الشكاية والتي انخرطت فيها جل القطاعات الوزارية غير أن الملاحظ في هذا المشروع أن جل القطاعات الوزارية تهتم بمسطرة التعامل مع الشكاية أكثر من مصيرها أو حلها حيث أن البيانات والمعطية التي يتم توفيرها تخص عدد الشكاية التي تم تجاوب معها والآجال إلى آخره ولكن لا يتم التطرق إلى مؤشر المعالجة في الكثير من الحالات أما بخصوص المنصة الحكومية للتكامل Gateway فتم الوقوف على العديد من المعيقات التي تمنع تعميم هذه المنصة على جميع القطاعات حيث أن بعض القطاعات اعتمدت منصة أكثر تطوراً وكذلك بعض الإشكالية المتعلقة بحساسية بعض القطاعات أما بخصوص جاهزية الخدمات الإدارية للتحول الرقمي فقد تم بدل مجهودة معتبرة في هذا الصدد كالعمل الذي قامت به الوزارة المسؤولة عن إصلاح الإدارة عبر تدوين حوالي 2700 مستراء إدارية في بوابة خاصة بهذا الغرض فضلاً عن انخيرات العديد من القطاعات في ورش الرقمنا عبر تقديمها للعديد من الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارة والتي كانت تشكل فيما سابق عائقاً أمام المواطنين لا سيما استخلاص العديد من الوثائق الإدارية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية وكذلك الشركات والمستثمرين وأيضاً تسهيل عملية أداء الواجبات بشكل إلكتروني غير أنه بالرغم من هذه المجهودات المبدولة لا زالت الغاية الكبرى من رقمات كافة العملية الإدارية لم تتحقق بعد حيث أن العديد منها ما زالت ورقية ولم يطر عليها أي تغيير فالمساطر القضائية مثلاً لم تستفيد من هذه الطفرة الرقمية ما زالت تقدم بالطريقة الكلاسيكية فضلاً عن العديد من الخدمات الأخرى التي يجب التسريع من رقمانتها إننا في الفرق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نعتبر أن التوصيات التي خرج بها التقرير تعتبر توصيات مفيدة ومهمة من شأنها تجاوز مختلفة الليلات التي أشرنا إليها في عرضنا فبخصوص الشكل نوصي أولاً بضرورة توفير اختصاصات نوعية للقطاع المسؤول عن إصلاح الإدارة المستقبلاً لضمان خيطرة القطاعات الحكومية وضمان إنجاز تقييم والتسبع اللازمين ثانياً ضرورة توفير ريطاء مالي محدد لأي إصلاح قادم عبر مؤشرات قياس واضحة ثالثاً العمل على إشراء كافة القطاعات بلا استثناء أثناء بلورة أي تصور مستقبلي الإصلاح وأخيراً القيام بتقارير تقييمية دورية ونهائية لأي تدخل عمومي يهم الإصلاح الإداري مستقبلاً أما بخصوص مشاريع الخطة الوطنية فيجب أولاً العمل على استكمال ورشل لا تمركز الإداري عبر نقل وتوفيد كافة الاختصاصات للمصالح الخارجة للقطاعات الوزارية بلا استثناء وفي أقرب الآجال ثانياً العمل على إعادة نظر في النظام الوظيفة العمومية وبلورة نموذج حديث يلبي المتطلبات الحالية للإدارة العمومية وينسجم مع التحولات والتطورات الجارية ثالثاً العمل على الرفع من نسبة تأنيت الوظيفة العمومية لا سيامة تمتيلية النساء في مناصب المسؤولية والمناصب العليا رابعاً العمل على رقمنة كافة المساطر في كافة القطاعات الوزارية بمعنى الرقمنة الكاملة للمساطر والخدمة الإدارية وأخيراً التعجيل في إصدار كافة نصوص تشريعية وتنظيمية المتعلقة بمشاريع الخطة سيدة الوزيرة إننا في الفارق ندعو الحكومة المحترمة بأخذ مخرجة هذا التقرير على محمد الجد لما يقدمه من معطيات غنية وتوصية مهمة من شأنها تجديد أي تدخل عمومية هم إصلاح الإدارة العمومية مستقبلاً على أمل تحقيق التنمية الشامية التي تشكل فيه الإدارة العمومية الحجر الأساس وفي الختام لا يسعني إلا أن أجدد الشكر باسم الفارق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لمجموعة العمل موضوعاتيا على هذا التقرير النموذجي والشكر موصول أيضاً للتقم الإداري الذي واكب مجموعة العمل في إنجازها هذا التقرير شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم